تهجم برئيس على المغرب من قلب مقر الأمم المتحدة في عز الحزن الذي تمر به المملكة والمغاربة هذا هو الأسلوب الحقير الذي اختاره الرئيس المعين من قبل الجيش بالجارة الجزائر خلال إلقائه كلمته في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ففي الوقت الذي لم يفوق زعماء العالم توجيه العزاء للمملكة المغربية في بداية كلماتهم فإن حقارة النظام العسكري الجزائري لم تخلف الموعد لتختار التهجم على المملكة دون أي اعتبار لفترة الحزن والأسى والحداد الذي يعيشه المغاربة الذين تضامن معهم الغريب البعيد قبل الجار القريب ما صدر عن مهرج النظام العسكري الجزائري لحسن الحظ لم يكن ليتابعه أحد بالقاعة الكبرى للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث غادر كافة زعماء العالم القاعة الرئيسية بينما كان المهرج تبون يوجه كلمته للكراسي الفارغة كما توضح الصورة حيث غادر أمراء دول الخليج بشكل جماعي خلال تهجمه على المملكة المغربية فضلا عن انسحاب كافة رؤساء الدول الأفريقية باستثناء جنوب أفريقيا وعناصر الأمن الخاص بالقاعة الكبرى ليواصل تابون كلمته في مشهد يثير الشفقة شكرا 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 شكرا